السلام عليكم و اهلين و مرحبتين اليوم بدنا نعمل اليدة للدايت لمرضى السكر و للرياضيين جميع المكونات صحية مية بالمية مع حساب السعرات و البروتين بس نشوف مساعدة شيشكو ليش تأخر لها هلأ و نبدأ بالفيديو بسرعة نعمل ششكو ليش تأخر لها تصوير جاية 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 بسرعة شوفها ازمي بسرعة كم كيلو طالب بل ينزل وراء طالب بسرعة بسرعة جبني شوفان و جبني هاي مكونات العجينة كوبين ربع شوفان مطحوم كوب ربع مي دافية معلقة صغيرة عسل او سكر دايت على حسب التوفر معلقة كبيرة خميرة فغرية معلقتين كبار زيت سيتون و طبعا رح نلزمنا ملح و هالوصفة الصحية رح نستعمل ملح الهملايا هون عنا خيارين او منجيب شوفان عادي و منتحنوا و منخلاط واللي معدو خلاط شايف الحكيم او منجيب شوفان مطحون و جائز من وين جبت شوفان اياش يشكو الشوفان مطحون يا ابن حلال من عند العطار لبيع الهارات و هيك انا رحت عالبين و رحت عالشوك و رحت عالايو سبير ما خليت ماركت ماركت عليها مالايت نبدأ طريق التحضير اول شي بنصب المي اي المايدة فاتة حوالي سبني ما بدنا ايها سبني بدنا ايها سبني اولا بنزل عليها مع الأصغير العسل منقلبو مع بعض بكت منقلبو مع بعض بكت انا اذا لاحظتو انو انا عم بستعمل مع الأخشب ما بي منع اعطيكم معلومة اضافية اللا بطيك عليهم خميري و يظهر في خميري 10 غرام يعني معلقة كبيرة منقلبو مع بعض شوي و منغطيهم نايلون و منتركون حوالي 10 دقائق كتباع الخميري وبالنسبة لعملقة الخشب نستعملها بالعسل خشب او بلاستيك بس ما نستعمل معدن انا قريب عنها و لسا استعملنا معلقة معدن بالعسل الشي بيخلي العسل افئي لقيمته اذا تلاحظوا الاعلانات بستعملوا دائما معلقة خشبية ما بعرف شو اسمها بس مثل هذه والله بعد ما تقومنا الخميري اتفاعلت و نضيف ملاح عالشوفان مقدار نصف معدن والله منقلبو مع بعض بادي الشكل و مننزلهم فوق الخميري و منعملهم تقريبه مع بعض خوف ما ينبل الشوفان كله مننزل عليهم الزيت على قطين زيت زيتون بالمناسبة انا سألت اكثر من مرة انه ليش بخمر بهذه الطريقة عنجل ليش تتخمر اها سألت ليش و انا راح اجوبها هذه الطريقة اامنة ممكن واحد يسرط و يغلل مي زيادة و ينزل كل المكونات مع بعضها و يتفاجع بعدين ان الخميري ما اشتغلت بس بهذه الطريقة اذا خسرنا نخسر الخميري و نحضر خميري جديدة لا تأخذ معنا وقت كثير هيا قصر في هذا الشكل نرجع نغطيها نتركها على جنج و بهالوقت نحضر السلصة و نحضر غير الشغلات هلا هون لدينا مقادير السلصة و هون لدينا مقادير اللحمة و يمكنكم استعمال زجق بس الصدر سعراته اقل كروتينه اكتر لذلك انا اخترت الصدر عندي معلقتين زيت و اضعهم معلقة زيت زيتون يمكنكم استعمال زرعة بس الزيتون صحي اكتر ننزل البصريق و الرش عليها رشة ملح يمكنكم استعمال بسرعة و هون من نزل الصدر من رش عليه الملح و ربع مع القنص مع العقود ملح هلا منحول على النار هلا منقلب البصلة البصلة حجمها صغير مفرومة ناعم نفس الوقت منقلب الصدر مية و خمسين جرام صدر بالنسبة للملح اللي عبستا عمله اليوم ملح الهملاية انا عريض عنه الفية و ثمانين معدن كتير مفيد كتير صحي تقضينا اياها المعلومات و مصايا والله متنا متجوع خلقوا هون عندي البصلة دبلة واللحمة تقريبا مش حالة هون عندي حبتين بنادورة بدون قشر فربطهم على الخلاط بنزلهم عليهم بنزل عليهم نصمع على القهة صغيرة الفل اسود هون عندي ربع معلقة اخر كركم بنزله على الصبر يعني هيك بصير لونه احلى بلا يضل لونه ابيض هون عندي الصبر تمام حاشته هون عندي الصبر تمام حاشته هون عندي الصبر تمام حاشته هون عندي الصبر هاي اغطيها باقي هاي نصطبطي بشان بنفس الوقت نشف شوي فتركعها مهلا ومنروح على العجينة قبل ما انتها بشين مشاوضي الفرن عنية وثمانين نفوق ومنطح بعدين نتبلش في العجينة هاي هون عندي العجينة تخمرات جازة بداد عركة لا في البداية اول ما نشتغل فيها رح تكون بتلزل بس بس نتعاكنها شوي بتتغير ويكون الراف المالة شوي شوي بتتغير بتتغير شايفين ما هتلزل هلا هلا اثناء الشغل بشكيل العجينين والمكونات الباقي ها اذكروا لكم كل مكوه جاعت فيها سوارات هاي عجينتنا جايزة هاي الصينية ما بتلزق اذا كنتو اللي استعملوا صينية بتلزق بتمدو ورقة مدى أطبع ها انا عمل ملتك هاي الشغل قو بتكون تمدوها بالشوبك بعدين تنزلوها ع الصينية كمان بصير هلا مدينها سويناها بعد الشكل شيشكوه اعطيني شوكي هلا هون بدنا نغرزة من النص في ناس ما بتغرزة بس انا قريبتي هيك بغرزة احبها تشرب صلصة في هادي الشكل هلا مجع المكونات الباقية هون عن غاز تعرفوا ايه صلصة ايه صدر فاروج هون عندي 100 غرام فطر الفطر فيكم تكتروا قد ما بتكن سعراته قليلة فيه بروتين وفيه قلياف 6 حبات زيتون أبطعتهم بعد الشكل قرنف لايف لحمراء فريش حجم بين الصغير والبسط هون عندي 200 غرام جبنة مزوريلا لايت شيشكوه من جبنة في الجبنة عم بيالة بين الوجبان انا بنزل الصلصة شوية الشكل من المدة بالشكل قلنا المدة نرشيها شوية ملاح كأننا نرشينا شوية ملاح للبصر فريش المدينة هون الشكل وعندما سكملكم السعرات العجينة ها هي 700 سعرات رجزوا معنا شوية السلصة هي 158 سعرات اعطيكم السعرات واحدة 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 اخر شي من اجمعهم نشوف قصر البيزا اشعط فيه سعرات هون رش جبنة الجبنة بيه سعرات هون عندي 200 غرام هي كنت اضطوها قلب كل 100 غرام جبنة بيه 235 سعرات 200 غرام جبنة بيه 470 سعرات اضطوها اضطوها اشان ما يصيرونيش فات اضطوها لازم نركز عليها انه تكون موزرين للايت هاي طرحنا هون شوي اذا لازمنا بالاخير منحط نوزع عليها فلي فلي بعد الشكل هاي الفطر هاي اضطوها بهذا الشكل كمان ترتيب او عشوائي متل ما بتحولوا متل ما عطلكم الفطر كتروا منه سعراته كتير قليلة فطر بيه 22 ساعة هلها منوزع اللحمة هون فينا نعبي فراغات باللفلفلة وقلب الدائرة وقلب الدائرة هاي تحفظوا هلها تجمع كونيون مع البروتين كمان تجمع كونيون هاي هاي رشعة الخفيف جبني رشعة الخفيف من رشلة وقلب الدائرة وقلب الدائرة اضطوها سعراته 150 جرام صدر فيه 247 ساعة وفيه 46 جرام بروتين فلا بعد الفرن برجع لكم فلا بعد الفرن برجع قلقول انجم بخبز مرة انجم بخدم اوزع اوزع هاي هي البيزة شيشكو ضالت تخبرون شي انا خلالت فبعد التصوير والحميل ايلا يلا ماشي ماشي واي البيزة لك شو البي يلا ااكلها اهلا دعك انا اضل اخبركم معلومة وما اخبركم عليها اذا بدكم تحرقوا كروبوهيدرات احرقوا اصبعتكم اضغطوا لايك اذا بدكم ارتفع عنكم هرمون تسترونة اتركوا في القناة التستستيرون ياشيشكو وليس تسترونة ايه هذا هو منطل طفاعي